السلام عليكم أعزائي طلبة الصف الأول من أكاديمية المقاط الإسلامية سأقوم الآن بحل كتاب التمارين لدرس الوقت بالساعات الكاملة نبدأ في صفحة 29 اقرأ الوقت ثم اكتبه في الساعة الرقمية قلنا يا أول في الساعة نبدأ في العقرب القصير ثم الطويل العقرب القصير عند الرقم 7 نقول الساعة السابعة الطويل عند الرقم 12 تماما السابعة تماما نمثلها بالأرقام السابعة نكتب 7 تماما ماذا تعني صفرا هنا العقرب القصير عند الرقم 10 نقول الساعة العاشرة تماما إذن سنكتب الرقم 10 تماما بمعنى صفرا هنا الساعة العقرب القصير أين على الرقم 12 نقول الساعة الثانية عشر الطويل عند أي رقم أيضا على الرقم إثنى عشر الطويل عقرب الدقاق عند الرقم إثنى عشر ماذا تعني؟ تعني تماما بالأرقام ماذا تمثل؟ تمثل لدينا صفرة إذن الساعة السابعة تماما العاشرة تماما الثانية عشر تماما أو نقول الساعة السابعة الساعة العاشرة الساعة الثانية عشر أكتب العداد المفقودة في الساعة ثم أرسم أقربي الساعة والدقاق بحيث يشيراني إلى الساعة الرابعة نبدأ يا أول في كتابة الأرقام هنا دائما يا أول قلنا الأرقام على الساعة ذات العقارب تكون دائما ثابتة لا تتغير دائما هنا موقع رقم 12 نبدأ واحد ونقرأ الساعة الواحدة الساعة الثانية هنا الثالثة الساعة الرابعة الخامسة السادسة هذا عندما يكون العقرب ماذا؟ العقرب القصير يا أول على هذه الأرقام عشر إحدى عشر الآن يشير إلى الساعة ماذا؟ الرابعة الساعة الرابعة إذن نبدأ في الساعة العقرب القصير على أي رقم؟ الرابعة إذن نرسم عقرب قصير باتجاه الرقم أربعة نلاحظ كيف هو قصير باتجاه الرقم أربعة الآن فقط حدث لنا وقال الساعة الرابعة إذن العقرب الطويل إلى أين سيكون؟ سيكون طويل باتجاه الرقم 12 تسمى الرابعة الساعة الرابعة أو الساعة الرابعة تماماً بدأ عرض برنامج على التلفاز الساعة الثالثة واستمر عرضه لمدة ساعتين أرسم أقربي الساعة أرسم أقربي الساعات والدقائق على الساعة المجاورة بحيث يشيراني إلى وقت انتهاء البرنامج الآن يأول البرنامج على أي ساعة بدأ على الساعة الثالثة استمر عرضه لمدة ساعتين فنقول ثلاثة نضيف أيضاً لها الساعتين ثلاثة أربعة خمسة إذن انتهى البرنامج عند الساعة الخامسة نبدأ عقرب قصير عند الساعة الخامسة نلاحظ قصير عند الساعة الخامسة قلنا ماذا؟ قلنا الساعة الخامسة فقط إذن العقرب الطويل سيكون عند أي رقم؟ عند الرقم إثنى عشر أصبحت الساعة الخامسة أو الخامسة تماماً إلى هنا انتهى درسنا لهذا اليوم سأقوم الآن بحل كتاب الطالب لدرس الوقت بالساعات الكاملة نبدأ في صفحة 69 نبدأ يا أول اقرأ الوقت ثم اكتبه في الساعة الرقمية نبدأ نقرأ الساعة هنا نبدأ في العقرب القصير يا أول العقرب القصير عند الساعة الواحدة إذن سنكتب هنا واحد العقرب الطويل عقرب الدقائق عند الرقم إثنى عشر إثنى عشر ماذا تسمى؟ تماماً عندما نمثل رقم تماماً أو إثنى عشر ماذا نضع؟ نضع هنا صفراً أيضا هنا الساعة القصير عند الرقم ثلاثة فنقول الساعة ثلاثة العقرب الطويل عند الرقم اثنى عشر ماذا نقول تماما تماما بالساعة الرقمية ماذا قلنا يا أول نضع صفران ثلاثة تماما هنا الثالثة تماما الواحدة تماما الواحدة تماما أرسم عقربي الدقائق والساعات بحسب الوقت المعطى نبدأ هنا نقرأ الساعة التاسعة تماما نبدأ في التاسعة إذن العقرب القصير يا أول سيكون باتجاه الرقم ثلاثة نلاحظ كيف هو قصير الآن هذه الصفران ماذا تعني تماما تماما هنا ماذا تكون عند الرقم طويل عقرب طويل عند الرقم اثنى عشر نلاحظ يا أول كيف هو الطويل عند الرقم اثنى عشر نبدأ هنا إذن الساعة أصبحت التاسعة تماما هنا الساعة الخامسة إذن سأرسم عقرب قصير باتجاه الرقم خمسة فقط قصير نلاحظي أول الصفران ماذا تعني؟ الصفران تعني تماما تماما على أي رقم يكون الطويل على الرقم 12 عقرب الدقائق إذن الساعة الخامسة تماما الخامسة تماما اكتشف الخطأ رسم خالد عقربي الساعة كما في الساعة المجاورة لتشير إلى الساعة التاسعة اكتشف الخطأ الذي وقع فيه خالد نبدأ يا أول نقرأ الساعة التي رسمها خالد الآن نبدأ في العقرب القصير عفوا ماذا سيرسم؟ سيرسم الساعة التاسعة العقرب القصير يا أول إلى أي رقم سيكون؟ سيكون عند الرقم 9 لأنه ساعة التاسعة ما الخطأ الذي وقع فيه خالد احسنتم وضع العقرب الطويل عند التاسعة إذن هذا خطأ إذن هنا يا أول يجب أن يكون عقرب قصير عند التاسعة وهنا العقرب الطويل عند الرقم 12 حتى نقول بأنها الساعة التاسعة تماما الخطأ الذي وقع فيه بأنه أبدل يا أول العقارب وضع العقرب الطويل عند الرقم 9 وهنا اختلفت الساعة تماما إذن حتى نزحح الخطأ هذا العقرب يجب أن يكون قصير نقول الساعة التاسعة إذا قلنا التاسعة لوحدها ماذا تعني الساعة التاسعة لوحدها إذن سأعرف أنها تماما تماما على أي رقم عند الرقم 12 سيكون هو العقرب الطويل الساعة التاسعة هكذا يكون هو الحال الصحيح إلى هنا انتهى درسنا لهذا اليوم موسيقى